صحيفة على الدستور خبر عجيب جدا أنا لقيت حد بعيت لي الخبر بجد يعني أنا استغربت يعني حد بعيت لي على الفيسبوك وبيقول لي دكتورة الخبر ده صحة ولا غلط أنا عدت حك بجد وما هتمتش أنا أسفة وبعتذر له دلوقتي أن أنا مردتش لأني لقيت أن الموضوع يعني بجد كوميدي يعني فيه إيه فالخبر كان بيقول أنه تم رشامة بطريارك للطوارئ أن البابا تودروس قام بسيامة أو كنيسة الأرثوذكسية يعني عملوا بطريارك تاني للطوارئ والحالات الاستثنائية دي أول مرة لحي أنا معرفش إزاي تفتق ذهن الشخص اللي كتب في الدستور هذا الكلام بناء عليه نيافة الأنبا بخمس غالبا كانوا ذاكرين اسم الأنبا بخمس بقول لحالاتكم أنا مبسيتش الخبر أنا لقيت العنوان بيقول كده أنه قال إيه تم رسامة بطريارك للطوارئ قعدت أتحك يعني بصراحة ومبسيتش على الخبر فعرفت بعد كده أنه هذا الخبر انتشر وبناء عليه نيافة الأنبا بخميوس مطران البحيرة وتوابعها عمل بيان ونفع نيافة الأنبا بخميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية صحة ما نشرته جريدة الدستور الإلكترونية الخاص بقيام قدس البابة ودروس الثاني برسامة نيافاته اللي هو نيافة الأنبا بخميوس بطرياركيا على الكرازة المركوسية في الحالات الاستثنائية أو في حالة وفقت عفوا ان قدس البابة ودروس الثاني أطال الله في عمره كلام عجيب الحقيقة يعني بنناشد الصحف أنها تتحرد دقة الحقيقة أكدا يافة الأنبا بخميوس على خضوعه وثقته الكاملة في حكمة وأمانة قيادة قدسة البابة للكنيسة وأن قدسة البابة يتمتع بمواهب كثيرة وأيضا ينظر أن تحدث في تاريخ الكنيسة وأننا نشكر الله على الإنجازات الكثيرة التي تمت خلال الأشهر القليلة في حبريات قدسة البابة قدسة البابة موفور الصحة وابنتمنى القدسة موفور الصحة نحن جميعا كمجمع أساقفة ندين قدسته بالخضوع البنوي والتعاون الصادق تحت قيادته الحكيمة المؤيدة بعمل الروح القدس أكد نيافة الأنبا بخميوس على أن ما ذكرته صحيفة الدستورة الإلكترونية عاريا تماما عن الصحة وليس له أساس ويهدف إلى إثارة البلبلة داخل الكنيسة التي تشهد استقرارا وسلاما في عهد قدسة البابة ودروس الثاني أهاب الأنبا بخميوس بالمؤسسات الصحفية بالأمانة وأن تتحرق الصدق من أجل سلامة الوطن والكنيسة أكد نيافة الأنبا بخميوس على أنه لا يشغل أي مناصب قيادية في البطرياركية حيث أنه مهتم ومرتبط بخدمة الإبرشية المتسعة ومسئلياته الكبيرة إمضاء نيافة الأنبا بخميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وتوابعها المنطقة فعلا اللي يشرف عليها نيافة الأنبا بخميوس كبيرة جدا وليها مشاكل لأنها بتعود للقبلية والأسر الأديمة فأنا مش عارفة بصراحة إزاي أساسا خبر زي ده نيافة الأنبا روفقيل بيقول في التقليد الأرثيزوكسي لا يوجد بطريارك الكنيسة المركوسية إلا بابا الأسكندرية فقط لغير وأنه متعجب جدا من أنه تم حصل أنه كان على الحساب بتاعه على تويتر وأنه يعني يعني بينفي أيضا لا صح على الإطلاق لما يشاعن خطة سيامة بطريقة وساعد قدست البابا ما حصلتش أنا مش فاكرة لو حد برضو دارس أنا ما سمعتهاش قبل كده